وينضم إلينا من بغداد الخبير والاقتصادي والدكتور صفوان قصايا دكتور صفوان أرحب بك معنا بداية هل تلتزم الشركات الأجنبية عمليا بتشغيل 85% من كوادرها من العراقيين يعني الحقيقة شركات العاملة في القطاع النفطي هي تلتزم بقانون الاستثمار اللي الحقيقة منحها فرصة تشغيل 40% على أساس العمالة العراقية من 40% إلى 60% لكن قانون العمل الذي ينظم من قبل وزارة العمل يحاول أن يقيم العمالة داخل قطاع النفطي فإذا كان يرى بأن هذه العمالة يمكن إحلالها بعمالة عراقية يطالب الشركات الأجنبية بتوظيف العراقيين لكن جولات التراخيص هي عبارة عن عقود مع الشركات كانت ترتكز على تشغيل العراقيين كما أشار الناتق الرسمي بسم وزارة النفط إلى 85% المشكلة في أن التخصصات المطلوبة للعمل ضمن القطاع النفطي كموارد محلية غير مهيئة للعمل في هذا القطاع كان يفترض أن يكون هناك مراكز تدريب داخل العقد من قبل الشركات لعادة تأهيل العراقيين لكي يكونوا منسجمين مع متطلبات الشركات الدولية حاليا وزارة النفط تقوم بالاستثمار في موضوع إرسال الزمالات لكن بتقديري علينا إعادة النظر ببرامج التعليم ضمن وزارة التعليم العالي بنظرة استراتيجية لحاجة القطاع النفطي للكوادر لكي يكون لدينا متخلات لقطاع النفطي وأن لا تضطر الشركات الأجنبية إلى جلب عمالة مع قدومها بكم تقدر دكتور الآن أعداد العمال الأجنبية في العراق إذا لديك فكرة يعني حاليا الرسميين هم قد يقتربون من مئة ألف عامل أجنبي لكن العمالة غير المسجلة حسب الأرقام المتداولة قد تصل إلى مليون عامل أجنبي وهذا طبعا يرهق من الاقتصاد العراقي باعتبار أن هناك طلب على الخدمات العراقية وهناك تحويلات مالية قد تقترب من مليار دولار شهريا فعلينا إعادة النظر إلى موضوع العمالة الأجنبية في العراق إذا كانت عمالة لنقل المعرفة لابس بها يعني الاندماج المعرفي للموارد البشرية العراقية مع الموارد البشرية الدولية هي أحد متطلبات النهوض الاقتصادي وتعزيز هذا الدور من خلال إجبار الشركات العاملة على نقل المعرفة ضمن جدول زمني هناك طبعا من يسيطر على عدم نقل المعرفة إلى العراقيين من أجل استمرار انتعاش سوق العمال الأجنبية في العراق العمالة الغير رسمية يفترض أن تكون هناك سيطر عليها من قبل وزارة الداخلية لأن ليس من المعقول أن الشباب العراقي عاطل بنسبة 16% ونستقدم عمالة أجنبية غير ماهرة لا يحتاجها الاقتصاد العراقي على الأقل في هذا التوقيت نعم، طيب دكتور على عاتق من يقع توفير الدرجات الوظيفية؟ يعني العراقي يفكر في عملية تخفيف العبع على وزارة المالية في إطلاق الدرجات الوظيفية حاليا أكثر من 4 ملايين و100 ألف موظف ضمن ملاك الحكومة العراقية وهذا الرقم مبالغ به علينا وضع ستراتيجية للتخلص من العمالة الحكومية وتنشيط القطاع الخاص لكي يستوعب هؤلاء العمالة طبعا الرواتب في القطاع النفطي هي أعلى من الرواتب بقية القطاعات لذلك الطلب على التوظيف في القطاع النفطي باعتبار شركات ممولة ذاتيا وتعطي أجور أعلى لكن للأسف التخصصات العلمية المنتجة من قبل وزارة التعليم العالي لم تنسجم مع مستقبل قطاع النفط يعني إلى أين نحن ذاهبين؟ ذاهبين مثلا للقطاع الطاقة النظيفة لغاية الآن لا توجد لدينا استثمارات في الموارد البشرية لتغذية قطاع الطاقة النظيفة على الرغم من أهمية الطاقة الحفورية لكن علينا أن نعد مواردنا البشرية للمستقبل ولا نستثمر لاحقا في عملية إرسالهم ببعثات وزمالات وهي محدودة مهما كانت علينا خلق شراكة للاستثمار التعليمي وطبعا الإطار الستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية تضمن أن يكون هناك استثمار في التعليم علينا استثمار مثل هذه العلاقة في فتح جامعات دولية في العراق لتغذية قطاع النفط بهذه الموارد البشرية شكرا جزيلا لك على حضورك معنا من بغداد الخبير والاقتصادي والدكتور صفوان قصي منتنا كثيرا لك على الحضور